نعم موسكو توالت وتتابعت سلسلة التصريحات التركية بوتيرة متسارعة فيما يخص ملف إدلب والتطورات العسكرية المتلاحقة على الأرض وبدت تفاهمات أنقرة مع موسكو تسير على أرض زلق لا ثبات فيها وأصبح المناخ السياسي الحالي لا يحجب فقدان الثقة بينهما تحاول أنقرة تغليب المرونة واللغة الدبلوماسية لكن سرعان ما يتكشف الغضب التركي والتشنج الحاصل في مفاصل أنقرة فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أظهر شيئا من هذه الدبلوماسية بالقول إنه عقد مباحثات إيجابية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلا أن أردوغان سرعان ما توعد بردة فعل عسكرية في حل عدم تغير الوضع على الأرض مشددا على عدم سكوت تركيا إزاء تطويق قوات النظام لنقاط المراقبة التركية في أدلب وعيد آخر هدد به وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو وقال إن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة ما لم يتم حل القضايا العالقة بإدلب مع روسيا بالطرق الدبلوماسية ثم سرعان ما يعقد مباحثات مع نظيره الروسي سارجي لافروف على هامش مؤتمر ميونخ ثم يقول إن الوضع في إدلب لن يؤثر على عقد توريد منظومات S-400 إلى تركيا ثم يشدد أوغلو على أن لا يسمح الموضوع السوري بزعزعة التعاون والعلاقات بين البلدين وهي علاقات قد تكون مبنية على التكتيك والمرونة المؤقتة أكثر من بنائها على استراتيجية دائمة في كل الأحوال فإن أوغلو أكد أن وفدا تركيا سيتوجه إلى روسيا في الساعات القادمة للعمل على صيغة اتفاق لوقف هجوم النظام على المنطقة في هذا الوقت تتجنب موسكو الصدام السياسي المباشر مع تركيا لكن الدبلوماسية العسكرية الروسية اتهم أنقر أنها قدمت المعارضة مضادات طيران محمولة أمريكية الصنع وما بين المواقف الروسية الساعية لإخضاع المنطقة لصالحها العسكري والجغرافي يتخبط الموقف التركي بين عدم الثقة بالروس وعدم الثقة بالأمريكيين وهذا ما لم يتردد به أردوغان وواصف تصريحات جيمس جيفري بدعم واشنطن لأنقرة في إدلب أنها لا تمنح الثقة لتركيا لأنها تختلف من يوم إلى آخر والمقصود بالتغيرات والتقلبات هي مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لا يثق بها الأترك بعد محطات سابقة أفقدت الجانب التركي عدم الإصغاء للتطمينات الأمريكية وهذا ما قد يكون دفع بالرئيس أردوغان للاتصال مع ترامب وقال أنه يتباحث مع ترامب لإنهاء الأزمة الإنسانية التي تشهدها إدلب في أسرع وقت معادة الأمور قابلة للحلول المؤقتة مع تعقيد الأمور وتشابك المعطيات التي من الممكن لها أن تزيد من خطورة التداعيات في ظل عدم ثقة الجميع بالجميع ترجمة نانسي قنقر